على وقع الفساد المستشري في العراق منذ 15 عاماً وحتى الآن باتت صحة المواطن العراقي مهددة بالأدوية الفاسدة التي تدخل البلاد عبر شركات غير مرخصة وتجار يتلاعبون بتواريخ الصنع أو المنشأ في ظل غياب المراقبة والمتابعة وزير الصحة علاء العلوان اعترف بحجم الفساد الإداري المستشري في وزارته والذي كشف فيه وجود نحو 75% من الأدوية في القطاع الخاص مغشوشة وغير مفحوصة نعرف أن عدد كبير قد يصل إلى 75% من الأدوية إما الموجودة في القطاع الخاص إما غير مقرر للاستخدام في العراق وإما غير مسجلة وإما غير مفحوصة نقيب الأطباء جاسم الموسوي هو الآخر أكد مؤخراً أن 80% من الأدوية التي أغرقت الأسواق العراقية غير خاضعة للفحص بسبب فساد المنافذ الحدودية وعدم وجود مصانع ومختبرات كافية لإخضاع هذه الأدوية للفحص فيما أشار مسؤولون في وزارة الصحة إلى أن التقارير الميدانية الواردة من مختلف المحافظات تؤكد وجود أطنان من الأدوية تباع في المدن العراقية بطرق شتى ويكمن خطر بعضها في أنها صنعت داخل ورش منزلية وعميد صانعوها إلى تزوير علامات تجارية دوائية ووضعها عليها أو أنها منتهية الصلاحية أو أن من شأها رديء للغاية وآخر هذه الورش ما كشفت عنه دائرة تفتيش وزارة الصحة مؤخراً حيث قبض على أشهر مزور أدوية في منطقة الصدر ببغداد والذي قام بتحويل بيته إلى معمل لعادة إنتاج الأدوية وبيعها بعد أن عثرت على 20 طن من الأدوية المنتهية الصلاحية انتشار عشرات الأطنان من الدواء الفاسد في العراق ما هو إلا إرهاب صحي يقتل المواطن العراقي في ظل تغول حيتان الفساد والأحزاب المتربحة من الفوضى ترجمة نانسي قنقر